أشار موقع أوريان 21 في تقرير له أن فرنسا تعد بعد الولايات المتحدة أهم مزود بالأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي المنخرط في الحرب اليمنية متسائلا من الذي يجهز ويصلح طائرات التحالف القتالية أين يتم تدريب العسكريين أين تصنع القنابل التي تضرب الأسواق والمنازل اليمنية هنا تحقيق عن الشركات الفرنسية الكبيرة التي استفادت من الحرب بدعم من الدولة الفرنسية وفقا للموقع فقد أعطت الدولة الفرنسية خلال سنة 2019 الضوء الأخضر ل 47 عقدا لتصدير ذخيرة إلى السعودية وتربيدات وصواريخ وقذائف موجهة ومواد متفجرة أخرى بقيمة إجمالية قدرها مليار يورو للسعودية وأكثر من 3 مليارات يورو للإمارات ويلفت الموقع إلى أنه بين عامي 2015 و2021 سلمت فرنسا معدات عسكرية وذخائر وخدمات صيانة بنحو 9 مليارات يورو إلى السعودية قائدة التحالف في اليمن ويبدو أن بعض الشركات التي تعرضت لانتقادات بسبب أسلحتها المستعملة في اليمن تجد صعوبات متنامية في توظيف المتخرجين الشباب ترجمة نانسي قنقر